يستبر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم البضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلثاء أكثر من مليون ومائة وإحدى وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وستة آلاف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين واثنين وسبعين ألف شخص